اكدت سمو الشيخ حسن بنت خليفة الخليفة الرئيس التنفيذ لمؤسسة إنجاز البحرين أن المؤسسة مستمرة في تحقيق النجاحات في المجتمع البحريني مشيرة إلى أنه على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أن المؤسسة قد جذبت الأنظار إليها عبر سعيها المستمر في توفير مختلف الخبرات لتهيئة الشباب للتفاهم اقتصادية الحياة وقد احتفلت مؤسسة إنجاز البحرين بتحقيق أعلى درجات الأداء المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث حصدت المؤسسة الدرجات الاستثنائية في التقييم السنوي لمؤسسة إنجاز العرب وأثبتت قدرتها على الاحتراف في التخطيط والتنفيذ وتحقيق التوقعات والامتثال للمعايير والسياسات والإجراءات بهذه المناسبة أعربت سمو الشيخ حسن بن خليفة الخليفة عن ساعدتها للنجاح الكبير الذي واكب فعالية حديث إنجاز لهذا العام بحضور أكثر من 250 شخصا وكانت المؤسسة قد نظمت فعالية حديث إنجاز تحت رعاية سمو الشيخ حسن بن خليفة الخليفة وصدفت فيها الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات الذي تحدث بدوره عن تجرباته المهنية والحياتية وقد تطرق ضيف الفعالية الدكتور جواهري حول شغافه بالعمل مع مؤسسة إنجاز البحرين ومدى أهمية التطوع في المجتمع البحريني